اهلا بكم الى موجز اخبار الان تمكن رئيس اقليم كتالونيا من الادلاء بصوته رغم اجراءات الشرطة المتشددة على مراكز الاقتراع وكانت شرطة مكافحة الشغب الاسبانية قد اقتحمت بالقوة مركز الاقتراع حيث سيدلي رئيس كتالونيا بصوته في جيرونا في الاستفتاء على الاستقلال الذي حضرته مدريد اعلنت وزارة الداخلية الاسبانية ان الشرطة الوطنية بدأت مصادرة الصناديق وبطاقات اقتراع في الاستفتاء على استقلال كتالونيا مع بدء التصويت الذي حضره القضاء واظهرت مشاهد التلفزيون عناصر من الشرطة المسلحة يحطمون الباب للدخول الى المركز الرياضي الذي تم اختياره كمكتب اقتراع رفض برلمان اقليم كردستان العراق بالاجماع جميع قرارات البرلمان العراقي في بغداد بخصوص الاستفتاء الذي اجره الاقليم مؤخرا على الانفصال واعتبر برلمان الاقليم قرارات بغداد على خلفية الاستفتاء عقابا جماعيا بحق الاكراد مضيفا ان الاستفتاء حق مكفول في الدستور العراقي قتل مدنيان واصيب واحد وعشرون اخرون بينهم اطفال بقصف مدفعيا وصاروخي لقوات النظام السوري على بلدات ومدن في الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوب سوريا وقال دفاع المدني في ريف دمشق ان فلاحا قتل واصيب اثنان اخران بينما افاد مصر طبي ان خمسة عشر مدنيا اصيبوا اثر القصف على بلدة شيفونية قالت مصادر حكومية ان الاردن لن يرسل قوات الى سوريا في اطار اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب السوري الذي بدأ سريانه الاحد وقالت المصادر ان الاردن يدعم بقوة وقف اطلاق النار لكن لغاية الان لم يتبلور بعد شكل الدعم الاردني للاتفاق اعلن البيت الابيض انه امر باضافة ايران وبنزولا واربع دول افريقية لقائمة امريكية للدول المتهمة بتقاعص عن وقف الاتجار بالبشر وقال البيت الابيض انه سيزيد ايضا القيود على كوريا الشمالية واريتيريا وروسيا وسوريا الدول المدرجة بالفعل في هذه القائمة من خلال الحد من مشاركتها في برامج التبادل التعليمي او الثقافي مع الولايات المتحدة اشارت دراسة سويدية الى ان التوقف عن تعاطي جرعة منخفضة من الاسبيرين كعلاج دون سبب يزيد من احتمال الاصابة بازمة قلبية او جلطة دماغية بنسبة 40% وعادة ما يصف الاطباء للمرضى تعاطي جرعة صغيرة من الاسبيرين بعد الاصابة بازمة قلبية ويشير معدو دراسة الى ان واحدا تقريبا من بين كل ستة مرضى يتوقفون عن تعاطي الاسبيرين في غضون ثلاث سنوات نهاية المجاز نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة